المؤلف رحمه الله. سنبدأ الآن بالكتاب. قال كتاب التوحي. وقول الله تعالى. سبحان الله. اين المقدمة? لماذا لم يكتب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما باعث هذا الكتاب قد اتطرقه وبعت فيه كتاب. قالوا ان المؤلف رحمه الله اختدى بالدخاري. قبل ان يؤلف كتاب التوحي نظرة في صحيح البخاري. واذا البخاري رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه. فاقتدى بالبخاري. البخاري رحمه الله. علق الناس باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انما الاعمال بالنيان. لان الحديث متخصص بالحديث. كتاب متخصص بالحديث. وهنا محمد ابن دهاب رحمه الله تعالى كتاب متخصص لماذا? بالتوحيث? اذا ادلنا من كتاب السنة. كتاب التوفيج وقول الله تعالى. هذا قول. القول الثاني ان البسخنة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في بعض النسخ. فبعض النسخ موجود في البسخنة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول هنا عندنا في هذه النسخة سقطت من هذه النسخة وجدت في بعض النصر. القول الثالث كتاب التوخيط هذا مقدمة. لا داعم اشرح لك. هقول كتاب التوخيط. واضحة. في اشياء لا تحتاج الاسر. هي واضحة. عدد. ظل. ارض. سماح. لا يحتاج الاسرح هذا. مفهوم? اي نعم. كتاب التوخيط مقدمة. واضح. الرابع. ان الابواب الخمسة الاولى على ما قسمنا نحن. قلنا الابواب الخمسة هذه كالمقدمة لكتاب التوخيط. اذا عند الاربع اخوال لماذا لم يكتب المؤلف رحم الله تعالى مقدمة لهذا سكر? قال كتاب التوخيط تقدم معنى التوحيد وانواع التوحيد السلام. من الامور التي انتقدت على محمد بن عبدالنهاب رحمه الله تعالى بكتاب التوخيط. انه ركز على توحيد الالوهيين. ركز على توحيد الالوهيين انتخذوه. وإلى هم يمدحوه. لماذا? لان الخلل اكثر ما يكون عند الناس. في اي توحيد? في توحيد الالوهيين. وارادوا ان يقدحوا لهم يمدحوا. ذكر هذا الشيخ بن عثيمير رحمه الله تعالى. في الخول المفيد. انه هذا من احسن ما يكون. مع ان المؤلم لم يترف توحيد ربوبية ولا توحيد الاسماء والصفات. قلنا في اضواب كاملة في الاسماء والصفات. باب من يحرقها من الاسماء والصفات. باب قول الله تعالى ولله اسماء والصفات. وابواك توحيد الربوبية. باب ما جاء في المصورين قلنا لكم الآن. باب تسمي بقاضي القضاء. وسيأكد ابن الله تعالى. اذا ركز المؤلف على توحيد الالوهيين توحيد العبودية لان من الخلل فيه. اكثر ما يكون. ولم يتجاهل ربوبية اسماء الصفات. وقول الله تعالى. هذا المقدمة. الباب الاول لو تنظر في الايات والاحاديث تجدها تستمع في ماله. باب وجوب التوحيد. اذا جاء بالباب الاول اراد ان ابينا التوحيد اوجغ الواجبات واول الواجبات ودعوة الانبياء ورسل عليه الصلاة والسلام.